اجتمع سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في القاهرة اليوم مع معالي سيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمى في مختلف المجالات تعزيزا للتعاون الثنائي وخدمة لمصالح البلدين والشعبين في ظل توجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي وفي كافة المحافل الدولية كما تدارس الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والازدهار في الدول العربية